مشاهدين الكرام مساء النور ومرحبا بكم في نشرتنا الجوية اليوم السبت 8 جامع في 2022 تواصلة الأجواء شتوية بامتياز كمية الأمتار كانت ضعيفة إلى متوسطة ببعض مناطق الشمال أعلى كمية كانت ببنزارة وجندوبة 29 21 بالكيف بسيليانة من 2 إلى 15 بزغوين 8 مم 6 بمنوبة 5 بنابل وبنعروس 3 بجندوبة أريانة من 1 إلى 2 و 1 مم بتونس والجسرين وتطوين بالنسبة للرياح وصلت 94 كم في الساعة بالجسرين بتالة 79 بيتبرقة 65 و 58 بجربة ودرجات الحرارة اليوم تواصلت من الخفضة بشكل ملحوظ بالمرتفعات الغربية كانت مبين درجتين إلى 7 درجات مع تساقط الثلوج بتالة ببقية المناطق كانت مبين 10 و 15 درجة أحوال التقس كالعادة نزيد ونشوفوها من خلال تسلسل سوى القمر الاستنائي صحب اليوم كانت أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مرفوقة ببعض الأمتار المتفرقة والمؤقتة الرعدية الليلة زادة صحب تتواصل أحيانا كثيفة بالشمال مع أمتار متفرقة الريح تتواصل شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات ودرجات الحرارة تتواصل منخفضة بالمرتفعات الغربية في حدود 6 درجات ببقية الجهات تكون ما بين 8 و 16 درجة غضوة زادة تقسي تواصل ملائم لنزول أمتار مؤقتة الرعدية متفرقة بالشمال ومحلين بالوسط وأحيانا تكون غزيرة بأقصى الشمال ودرجات الحرارة تحافظ على نفس المستويات بتونس 15 15 كذلك بقليبيا ونابل 14 بزغوان وبنزرط 14 كذلك بتبرقة 13 بباجا 14 بجندوبة بسيلينا والكيف 12 بتالة 11 بالقيرا وين 16 درجة بجهة أساحة البسوسة والمونستير 15 16 بالمهدية 18 درجة بسفاقس وقارقنا بسيدي بوزيد 17 14 بالقصرين 15 درجة بيقفصة بجهة الجنوب الغربي بتوزر وقبلي 16 وبجهة الجنوب الشرقي أيضا تكون في نفس المستويات بيقاب 16 17 بجربة ومدنين 16 بتطاوين و15 برمدة فيما يخص الملاحة والصيد البحري يتواصل الإعلام برياح قوية وهم كافة المناطق والريح تتواصل شمالية غربية في كامل أسا وحل والبحر يتواصل شديد الاضطراب إلى هائش في كامل أيضا أسا وحل سرعتها بريح بخليج تونس وخليج الحمامات ومنطقة الشابة وجربة تكون ما بين 35 و45 عقدة معها ببيت تتجاوز 55 عقدة بخليج جيب السرعتها تكون بين 30 و40 عقدة معها ببيت تتجاوز 50 عقدة درجات الحرارة ببعض البلدين العربية والأوروبية نواق الشرط تقصي يكون مغيم 29 18 بالدار البيضاء 16 بالجزائر والأجواء تكون مغيمة أمتار بترابلس 37 بالخرطوم وتقصي يكون صافي 18 بالقاهرة مع بعض سحب 33 بمكة المكرمة 29 بالمدينة المنورة 23 في أبوظبي والدوحة ومسقة 18 بالكويت 20 ببغداد 17 بالقدس الشريف مع أمتار 22 ببيروت 18 بدمشق مع بعض السحب 15 بسطنبول مع بعض السحب الأجواء تكون ممترة بروما وبمعظم البلدين الأوروبية بجنيف 4 درجات بريز 7 بروكسيل 6 7 بلندن 3 بفينة 11 درجة بمرسيليا بمدريد 13 ولشبونة 16 درجة تطول وضع الجوي إن شاء الله خلال المات القليلة القادمة نهارة 2 درجات الحرارة تتواصل من خفضة والتقصي يكون ملائم لنزول أمتار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب تكون قوية فقوية جدا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون شديد الأتراف في كامل أسواح نهارة 3 درجات الحرارة تعرف ارتفاع الطفيف سحب تكون حاضرة في كامل مناطق البلاد والتقصي يتواصل ملائم لنزول بعض الأمتار المفرقة بالشمال والشمال الغربي ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وأيضا بالجنوب وتتواصل قويا نسبين قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحار يتواصل شديد للأتراف في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق بحول الله على الساعة السابعة و 32 دقيقة والغروب على الساعة الخامسة و 21 دقيقة طرق التواصل والاتصال موقع الويب الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجوي 3W.2 المواضيع الصوتي والصفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد موعيد الصلاة بمدينة تونس اليوم غد 3 صبح على الساعة السادسة الظهر منتصف النهار و 33 دقيقة العصر على الساعة الثالثة و دقيقتين المغرب على الساعة الخامسة و 23 دقيقة و العشاء على ساعة السادسة و 53 دقيقة و تورنا شكركم على حسن المتابعة والاهتمام و ليريدكم زينا